مرحبا بكم مجدداً انطلقت صباح اليوم من مطار قهر الدولي أول رحلة تجربية في قارة أفريقيا تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة على متن طائرة متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكباً وأضحت وزارة الطيران المدني بأن استراتيجيتها بمجال البيئة تأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف البيئة اهتماماً كبيراً وجهود الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030 حيث تهدف استراتيجية شركة مصر الطيران إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال على متن رحلاتها بنسبة 90%